دراسة اللي اللي كينا دابوا هذي التهيئة ديالها والإصلاح ديالها قلنا احنا إعادة هي المحطة ديالولدزير احنا كنا عارفوا بأننا رغان دير وجوج محطة طرقية واحدة في شمال الداربيضة واحدة في جنوب الداربيضة ما معنى أن هاد المحطة في وضعها الحالي إلا بغينا نختار واحد النمط من تدبير ديالها ما 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 كيش اللي غيش يدخل عليها متهالكة كي باش أنا مثلا مستطمير وغادي نشي نستصمر فيها ونحط فلوسي فيها ونحط هذه الشيادة ونتعامل مع مجلس المدينة وهي ما ما تجيبوه له على الأقل هاد هاد الفضاء ولا هاد المرفيق هو مرفيق هاد المرفيق يكون في واحد المستوى يقدروا يجيوا ليه مستميرين متخصيصين اللي غادي يجيوا حيث ما كينا مداخلوا كينا مصاريف كينا تحملات ولكن عارف ماش نجي لقابع ذاك واحد المرفيق اللي مزيان منقي هذا في المرافق الصحية في هذه في الراحة دي للمسافرين لكن على وضعها الحالي ده برا ماش كأن هضروا دايباق على التأهيل لكن هضروا على الرقماناق لكن هضروا على شيء ويجلي هي متطورة جدا حديثة علاش نخسوا عدم المباليغ موهماق باش ما غا يبقاش هادك شي دك غا يولدك شي منضم بنقدم كيقتطع بلاستوف لانترنت كي يجي القال مقعد ديال امقاد ديال قال مسائل ديال امقاد ده موقاش هادك شي ولا الكار يقف الطريق هذا المهم رغا يتنظم لأننا وديرين نحن أتي ميدات وعندنا تصور كبير في المجل